ما حكم افراد يوم السبت في الصيام في الوارد بنذاك؟ حكم افراد يوم السبت في الصيام ما مصر توجيه حديثه بالن pied ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبراد يوم السبت بغير الواجهة بمعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبراد يوم السبت بغير الواجهة الحديث لا تصوم اليوم السبت إلا فيما يفترض عليكم ولو لم يجل أحدكم إلا لحاء عينب يعني أعواد العينب يلحوها ويأكلها يعني فليفعل لكن هذا حديث حديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهم والحديث الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة فقال لها أصنتي أمسي قالت لا قال أتصمين غدا قالت لا قال فأفتري ماذا يدل على هذا الحديث يدل على أن صيام يوم السبجة والحديث الذي أشرت إليه رأواه أبو داود وأغيره من أصحاب السنن لا يماثل هذا في الصحة وإذا لم يماثلوا في الصحة فإن من التقاعد المقررة في مستحل الحديث أن يكون شاذلا لأنه خالف ما هو أقوى منه والشاذ لا يعمل به هذا وجه وسلكه بعض العلماء وقال هذا الحديث الشاذ لا أعمل عليه ومنهم من ضعفه سندا يعني الذين يقلون بشذوده ضعفوه مثلا ومنهم من ضعفوا سندا وقال لا صح وطعن في بعض بواته ومنهم من قال إنه من سوء ومنهم من جمع بينه وبين حديثه جواز الصوت يوم السبت فقال إن أفرده وصامه لأنه يوم السبت فهذا هو المني عنه وإن صامه تبع لغيره أو لمناسبة تقتضي تخصيص هذا اليوم فلا بأس وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله وهذا لا شك أنه جمع حسن بين الحديثين فنقول لا تفرد يوم السبت بصوت لكن إن صمته مع غيره فلباس أو صمته لأنه يوم يسن صومه مثل أن يوافق يوم عرفة أو يوافق يوم الخامس عشر من الشهر وأنت تصوم اليوم البيض أو يوافق يوم عشورة فإنه لا بأس وهذا القول أحسن الأقوال التي سمعتم فليكن هو المعتمد أن يكره أن يصوم يوم السبت لأنه يوم السبت أما إذا صامه لسبب آخر فلا بأس وكذلك لو لم نفرده بأن صام قبله يوما أو بعده يوما فإنه لا بأس موسيقى موسيقى موسيقى